الفيديو ده موجه للطلبة السنوية العامة او الناس اللي في الجامعة دلوقتي او الناس اللي بدهار على ماستر او غيره اولا انا اتكلمت قبل كده عن موقع كورسيرة بس هتكلم عنه تاني الناس اللي مدرفش موقع كورسيرة فهو فايتها كتير اولا الموقع بيقدم باكالوريوسات وبيقدم ماسترز وبيقدم كورسز في كل المجالات مثلا مثلا في زي ما انت شايف هنا مستر داتا ساينز مثلا في كزا مستر في مستر كمبيوتور سايينز في باردو ممكن تدور على باتشلور دي جري ففي سؤال مهم دلوقتي الحاجات دي هتفدني في ايه وهل الدجري دي او الشهادات دي معطرف بيها ايوه الشهادات دي معطرف بيها حلو الشهادات دي فيها بكالوريوسات في كزا مجال فيها ماستر في كزا مجال طيب هل فيها كمان باكالوريوس فيها باكالوريوس تقدر تقدم ازاي بتقدم من على كورسيرة اعتقد بتقدم من نتيجة السنوية العامة وبتحتاج تملك بيانات بس اسم تكون كويس شوية في الانجليش لو انت مش كويس في الانجليش ممكن تتواصل مع حدي يساعدك يعني يعني مثلا دي اهو ماستر دي ماستر تاني وهكذا انا برضو بوريك بعض الابشنز بعض الابشنز عشان تبقى عارف ان في كزا طريقة ان انت تاخد بها ماستر او باشلر دي جري طيب لو انت خليك سنوية عامة وبتدور على باكالوريوس برضو هتيجي على اونلاين دي جريز اه انت عايز باشلر في حاجة معينة هتيجي هنا تقول انا عايز باشلر دي جري انا عايز باشلر دي جري وانا معايا ايه انت معاك اه هاي سكول دبلوما يعتبر تمام لان هاي سكول دبلوما اللي هي السنوية العامة وهتيجي تقول في المجال اللي انت عايزه فيه في البزنس فيه في كمبيوتر سايينس فيه مثلا لوجيك طبعا كمبيوتر سايينس هي اكتر حاجة يعني بما الناس مهتمة بيها الفاترة دي فهاجي هلاقي فيه اتنين باشلر دلوقتي في كمبيوتر سايينس الباشلر دول هتخدهم كمبيوتر سايينس من 3 ل 6 سنين اه وفيه حاجة من جامعة في الهند وفيه حاجة من جامعة في لندن university of london هتقول لي طب تمام جدا هل البتشرز دي كويسة وبتكلف كام هي مشكلة في التكلفة خلي بالك لان تكلفة البتشرز دي بتبقى كام اعتقد ده البروجرام كله ممكن يوصل 17000 يورو ده البروجرام كله يعني ده من 3 ل 6 سنين ده البروجرام كله دي تكلفة البروجرام كله انا مش عارف ده ممكن يكون غالي او لا بس انا لو انت من الناس اللي هتفاضل جامعة خاصة ده احسن لك واقفر لك واخد حاجة من برا طيب هل كورسيرا هو السورس الوحيد لا انت كل اللي ممكن تعمله ممكن تكتب اونلاين باتشلر دي جري هل ده اوبشن ايوة في باتشلر دي جري اونلاين هتقول لي طب هتفرق انه ولك اصلا مش بتفرق في حاجة لان هي نفس الشهادة وممكن حتى تاخدها عن البريد ولو عندك الامكانية ممكن تحضر يبقى اون كامبس يعني تسافر البلد دي وتاخد البكالوريوس هناك لكن المشكلة بتبقى التكلفة عالية جدا هناك لان انت لما تاخد بكالوريوس في البلد بتدفع رقم كبير جدا اون كامبس او لو انت بتحضر في مسلا ستادي بورتل ده احد المواقع اللي ممكن تدور فيهم على مستر ممكن تدور فيهم على بكالوريوس وهكذا وطبعا انا مش هقول لك قد ايه كورسيرا موقع مفيد حتى لو انت خريج او مش خريج او بتدور على كورسز او طفر في كمية كورسات عليه كتير جدا ممكن تاخدها انا نفسي خدت عليه كورسات كتير جدا حتى في واحد اون بس يعني هو موقع مفيد جدا 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 دي اول حاجة هقولها لك اطالب في سنوية عامة او في فترة الجامعة اه حاجة كمان حابب اقولها لك استغل الفترة دي كويس قوي بجد الفترة دي استغلها كويس ويعني حاول تلعب رياضة حاول تمرن مخك حاول تبني نفسك كويس الفترة دي انا حبيت اشارك مع كل فيديو ده لان حسيت الناس كتير من طلبة السنوية العامة او الخارجين ما عرفوش ان الاوبشن ده قصة موجود ان فيه اوبشن ان انا اخد اولاين مستر او اولاين باتشلر ديجري حلو وممكن اخده بعدين هتقولي طيب انا عني مشكلة في الدرجة بتاعتي او انا عني مشكلة ايان يكون انت بش جايب مجموع كبير في السنوية العامة هتاخد حاجة اسمها بريماستر بريماستر دي عندنا كده مش عارف اسمها ايه بس زي دبلوما كده تمام يعني حاجة تحضيرية تأهلية تاخدها من نفس الجامعة تبقى حوالي سنة او ستة شهور وبعد كده تاخد ماستر او تاخد ماجستير الاوبشن ده موجود على كورسينة موجود على كله يعني كل او معظم الجامعات ليه في اوبشن انت تاخد كام حاجة من عندهم وتكمل طيب انت معكش المبلغ ده في الوقت الحالي انا انصحك نصيحة اخوية ان انت لو قدرت يبقى معاك المبلغ ده استثمره في تعليمك لان دي فترة حلوة ان انت تنمي فيها نفسك انا برضو حبيت اشارك معاكو الموضوع ده لان احسيت ان هو هيفيد ناس كتير حاجة تانية هشاركها معاكو انا قلت حاجة في الفيديو ان انت اتمرن مخك حلو انا في يا جماعة ابليكيشنز كتير بالهبل دلوقتي ان انت اتمرن مخك منه من يورو نيشن انا بشجع بيه انا باستخدمه بشكل شخصي وعلى فكرة الفيديو مش سبونسر يعني انا مش بعملهم دعاية تمام لا هو اصل يعني طريب ما اعرفوش انه موجود بس ايش طياني طيب انا ريه بقولك المعلومة دي فيه طريق ان انت تزاود نسبة زكائك استغل لها طيب هل نيورو نيشن هو لا فيه شعلة وفيه كزا ابليكيشنز تانية بقى بالهبل دلوقتي بس انا بحب نيورو نيشن يعني عشان انا حلوة في الانجلش وبحب ان هو فيه حاجات انجلش برضو بيعلي الانجلش شوية دي تدريبات للزكاء فيه دلوقتي تدريبات تعلي بيها مخك فده انا بستعمله بشكل شخصي وانصحك تستعمله في فترة الجامعة انا الحاجات دي عرفتها متأخر الكورسات ما تنساش ان انت بتقدر تاخد اي كورس مجاني من على كورسيرا لو مش عارف ازاي هتيجي على اليوتيوب هتيجي هنا كده هتكتب مستر الجوريزمز اكتب جنبيها نيو يير اه ما ظهرش حاجة شكل يوحش قوي كده وانا بضور على اسمي ومش ظاهر كمان يب هتيجي على مستر الجوريزمز لقناة بتاعتي ايه في فيديو انا كنت شارح فيه ازاي تاخد اي كورس مجاني من على كورسيرا ما تكلمتش فيه عن الماسترز والحاجات دي لان انا ما كنتش مهتم بيها سعيدة طب اه هو ده الفيديو ده كان فراس السنة بس انا اتكلمت فيه عن الفيزيكال هيلث وبرده نقشت شوية أبليكيشنز انا بستعملها حلق واتكلمت عن المنتال هيلث او الصحة العقلية ونقشت فيه كم حاجة واتكلمت فيه بعد كده عن كورسيرا وعن البي دي اف بتاعك اه ايه اللي هتحتاجه واليو ديمي وخلي بالك ان فيه كمان فيه حاجة نسيت اقوله لك فيه دعم مادي للمتفوقين على كورسيرا يعني لو انت من المتفوقين على كورسيرا لو انت مثلا كنت في المتفوقين من سنوية عامة بيبقى ليك تخفضات يعني مش بتاخد الماسترز او الباكالوريوس بنفس الرقم لا لو انت مثلا ليك جيد او كذا فيه تخفضات فيه كمان حاجة تانية او برضو انا بفتكر فيه اليونسيف يب اليونسيف كانت بتقدم في فترة ماسترز اه اسماها اليونسيف او تقريباings اليونسيف هي مسؤولة عن عن التعليم يب ليها وليه حاجات زي كده سرش عنها لانك تحطة برضو حاجات مجانية من جامعات اوروبية بتاخد باكالوريوس او ماستر بس محتاج ان انت يكون مجموعك يساعدك شوية محتاج ان انت يكون جايب على القليل جيد او حاجة زي كده. انا بقول لكم الكلام ده لانما كنتش عرفه. انا عرفته متأخر فتمنى ان انتو تعرفوه لو انت طالب في سنوية عامة او لو انت في الجامعة اعمل حاجات دي بدري او محدش عرفاني انا عرفتها متأخر. وصداني كل حاجة بلا منازمة موجودة. يعني في دلوقتي ماستر اونلاين. في باكالوريوس اونلاين. في ان انت تعلم الحاجة اصلا اونلاين. في مؤسسات زي اليونيسيف. في مواقع خاصة مش شرط بس كورسيرا. في مواقع متخصصة ان هي تجيب لك باكالوريوس او ماجستير اونلاين. طيب ايه اهم حاجة بقى او نصيحة اخوية مني. انت دخلت مسلا على ماستر او ماجستير معين. هتعمل ايه? هتيجي على الان كده اين? حل. انا برضو هوريك تريكة كده. ممكن انت ما تعرفهاش. تعالوا ناخد جامعة من الجامعات وهي مسلا جامعة اريزونا مسلا. مسلا يعني. هتعمل ايه? هتيجي على الجامعة. شايف الحاجات اللطيفة اللي تحت دي? ده كل المعلومات عن الجامعة. هتيجي هنا. ايه? ايه ايه? ايه ايه بقى? دي الناس اللي بيشتغلوا فين? وعايشين فين? وتخرجوا مدينفجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج عن طريق臨? انت ممكن تلاقي الك highlights ممكن تلاقي واحد اهو واخد ماستر من جامعة اا اسمه فينا عصام واخد من جامعة اريزونا او بيحضر في جامعة اريزونا. انت ممكن مثلا تتواصل مع على انا بديك مثلا تطبعا الرجل دلوقتيان هيطلع في الفيديو التي ايht当然 الان раз�ワนية الكتير اتواصلت معاه. برضو بص ده research intern في جامعة اريزونا. ممكن تخش على écontent بتاعه. هو دلوقتي وواضح ان هو بيحضر ماستر ديجري. يمكن تخش وتتواصل معي وتقول له ايه الجامعة كويسة ولا لا. ده مثل. ممكن تجيه مسلا جامعة تيكساس. وصدقني الناس بتحب تساعد. يعني ما ما تقلقش انت مش هتلاقي ناس مسلا كتير سخ. يعني مش هتلاقي حد يسخف عليك ويقولك لا انا مش ناوي ساعد. هتلاقي ناس كتير جدا بتساعد. في تيكساس يونيفرستي او جامعة تيكساس مش عارف ليه مزارج. ممكن تكتبها برا. تيكساس اكتب اسم الجامعة واكتب لينكد ان وخش على الالومني. ومن جو الالومني دي شوف مين. شوف مين. راح الجامعة دي وحاول تتواصل معي قول له الجامعة كويسة انا عايز اخد ماستر هناك ايه رأيك? ايه ده الكتر انجينير اهو برضو مصري. خلي بالك هتلاقي مصريين كتير. مصرية يعني هتلاقي ناس كتير. مصرية هتفاجأك ان هي عملة الحاجات دي. فحلو ان انا شير ده معاكم. لان الناس دي كمان انت تقدر يبقوا حافز ليك. ان اهو في ناس عملت كده وفي ناس خدت الماستر ده من برا. وطبعا تقدر تتكلم معاهم وتقدر تقول لهم انا دلوقتي عايز ااخد الماستر ده ايه المفيد ايه اللي مش مفيد. لو انا عايز اسافر المعيشة هناك هتبقى ازاي. يعني الفيديو ده تحفيزي ليك لو انت في سنوية عامة او لو انت في جامعة كل حاجة ممكنة. ما تنساش. اه شوف الفيديو ده انا بقول لك فيه ازاي تاخد كورسات وقلت لك دلوقتي ازاي تاخد يعني بعض الشهادات اللي ممكن تفرق معاك في حياتك. واهتم بان انت تدور في الموضوع ده. لانه صدقني حاجة هتفرق معاك لو انت خدت ماستر من برا او باكالوريوس من برا. هتفرق معاك جدا. بشكل انت مش متخيله. انصحك بكده. واه يعني ربنا اوفقك. وطبعا ما تنساش يعني لعاجك الفيديو ما تنساش على قناتي. مستر الجوريزمز. اه الشير واللايك والسبسكرايب. طبعا انا مسبسكرايب بقناة تانية. ماشي. اه نيجي للقناة الاولينية. ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب. واليوتيوب اللي عمل احط اعلانات على قناتي. الكوميدي في الموضوع ان هي لسه ما تفعلتش لازم 4000 ساعة. فهو عمل يحط اعلانات عني ليه مش عارف بس ماشي. اهتمني اكون فتك. اهتم بصحتك العقلية وصحتك الفيزيكال صحتك الجسدية. واهتم كمان بصحتك النفسية لو تقدر. دي حاجة انا ما اتكلمتش عنها لاني لسه ورضو اعرف عنها جديد. بس لما اعرف عنها اكتر هنزلكو فيديو عنها. اهتم بالحياة دي. اتمنى الفيديو داي يكون فادك لو انت في سنوية عامة او لو انت بتدور على بكالوريوس. اتمنى الفيديو دايك مفيد ليك. واه اخيرا اكتسم. سلامت على فيديوهات. سلام.